كرهت أبو يا أبو في اللحظة دي كرهت الرجل اللي بيطلب من عائل صغير يقف عزمه وهي لسه غرقنا في دمه يتيم شايل يتيم بس والدك ما قالش أي حاجة غلط عارف بس إنه كنت ساعتها عائل صغير شايف أمي كل يوم وهي بيتموت في قدها لما بتشوفه بدرجة إن هي رفضت تتعالج وفضلت إن هي تموت على نياتنا مجنبه في سرير واحد وبعد كده اكتشفت إن الأسوأ كبروا الدول هو أهم واحد يتيم ثالث زي أنا ويمكن أكتر شكرا رس بان غصب عني يا أطهر سنتي في الدنيا كلها سمحين سمحين يا باية اشتركوا في القناة